عشان كده قلنا المعدل اللي مش مكتوب جنبيه كلمة سنويا ومكتوب جنبيه كلمة كل ورقم جزء من السنة يبقى ازا المعدل ده اسمه معدل ايه جزئي مطلوب مني حاجتين مطلوب مني الفايدة البسيطة ومطلوب مني جملة ما حصل عليه يعني مطلوب الفايدة والايه والجملة هنروح دلوقتي نلخص المسألة عشان مش هنقرأ المسألة تاني ومن التلخيص اللي احنا هنلخصه هنبدأ نحل ايه مسألتنا اتفقنا انه بيقول لي اوضع شخص مبلغ المبلغ كلنا عارفين انه بنرموزله بالرمز الف يبقى الف عندي بكام يا شباب الف عندي بعشر تلاف جنيه في بنك لمدة اربع سنوات كلنا عارفين ان المدة بالسنوات برموزلها بالرمز نون يبقى هقول هنا نون وتحتها هكتب كام هكتب اربع سنوات بمعدل فائدة بسيطة كلنا عارفين ان المعدل برموزله بالرمز عين المعدل خمسة وربع خمسة وعشرين من مية يعني خمسة وربع في المية كل ست شهور والكلام ده كلام مهم وهيفرق معانا بعد شوية مطلوب مني احسب الفايدة هكتب هنا فيه وتحتها شرطة وهكتب جيم وتحتها شرطة لان هو عايز مني الفايدة وعايز مني الجملة لما اجا بص على التلخيص اللي قدامي مديني مبلغ عشر تلاف جنيه مديني مدة اربع سنوات مديني معدل خمسة وربع في المية كل ست شهور هاحسب الفايدة والايه والجملة اتفقنا يا شباب عشان احسب الفايدة لابد من توافر ثلاث عوامل لابد من توافر المبلغ لابد من توافر المدة ولو المدة مش موجودة وموجود تاريخين احسب المدة من التاريخين لابد من توافر المعدل السنوي طب المعدل السنوي لو مش موجود يبقى انا لازم اروح احسبه من المعدل الجزئي لما اجاب بص على السؤال اللي معايا هلاقي المبلغ موجود هلاقي المدة جاهزة ولكن معايا مشكلة بسيطة هتتحل بكل سهولة ان المعدل اللي معايا معدل جزئي لابد احوله لمعدل سنوي ازاي بحول المعدل الجزئي لمعدل سنوي تعالوا يا شباب كده احنا اتفقنا قبل كده ان المعدل السنوي المعدل السنوي بيساوي ايه المعدل السنوي يا شباب بيساوي المعدل الجزئي في عدد مرات الاستحقاق يعني عدد مرات استحقاق ايه الفايدة لما اجاب عوض في الكلام ده هقول المعدل هقول المعدل السنوي بيساوي هعمل ايه يا شباب ها المعدل الجزئي عندي بخمسة علامة خمسة وعشرين فيه عدد مرات الاستحقاق اما اطلع جنب المعدل هلاقي بيقول لي كل ست شهور يعني البنك لو بيحسب لي الفايدة كل ست شهور هيحسب لي كم مرة في السنة هقسم 12 على 6 يبقى عدد مرات استحقاق الفايدة اتنين هضرب خمسة وربع في اتنين هتطلع معايا عشرة ونص في المية ودلوقتي اقدر اكتب كلمة ايه كلمة سنوي يبقى انا عملت ايه يا شباب لما لقيت المعدل اللي معايا معدل جزئي يعني عن جزء ان السنة اول حاجة روحت حسبت المعدل السنوي ضربت المعدل الجزئي في عدد مرات الايه الاستحقاق يعني استحقاق الايه الفايدة حولت المعدل الجزئي المعدل سنوي هروح دلوقتي احسب الفايدة بتاعتي بكل سهولة زي ما احنا تعلمناها قبل كده هكتب قانون الفايدة فيه بتساوي كلنا عارفين ان اي فايدة هي حاصل ضرب المبلغ في المعدل اللي بنرمز له بالرامزة اين وعشان المعدل ده نسبة مقاوية فلازم اقسم على كام في مية في المدة المدة اللي هي نوعها ايه معايا المدة سنوات اللي هي برمز لها بالرامز ايه نون كتبت القانون بتاعي هروح اعود هقول فيه بتساوي هشيل المبلغ وحط قيمته المبلغ عندي فوق بعشرة الاف جنيه فيه المعدل اللي عندي هاخد المعدل خمسة وربع يا شباب ولا العشرة ونص برافو عليك يا بنتي انا سامع بنتي من بناتنا بتقول لي احنا دايما في الفايدة البسيطة بنتعامل مع المعدل السنوي مش المعدل الجزئي يبقى انا هاخد هنا هكتب عشرة ونص عالمية فيه نون عندي اللي هي المدة بالسنوات كام اربعة هروح بالآلة لحسب بتاعتي هضرب عشرة تلاف فعشرة ونص فاربع عالمية هلاقي النتج تلاع معايا كام هلاقي النتج تلاع معايا اربعة تلاف ومتين جنيه حسبت الفايدة بتاعتي فيه مطلوب تاني معايا بيقول لي لو سمحت بعد ما تحسب الفايدة روح احسب الايه الجملة اقول له ده موضوع سهل وبسيط جدا انا رحت البنك اودعت مبلغ عشرة تلاف جنيه البنك تداني فايدة اربعة تلاف ومتين يبقى ناتج جمع المبلغ مع الفايدة هديني الايه الجملة يعني هحسب الجملة ازاي يا شباب هقول جيم بتساوي الف يعني المبلغ اللي انا اودعته زائد فيه يعني هعمل ايه دلوقتي ها هروح اعوض في القانون هقول جيم بتساوي المبلغ عندي عشرة الاف جنيه زائد الفايدة اللي احنا حسبناها اربعة تلاف ومتين جنيه هروح بالالة الحسبة بكل بساطة هجمع عشرة تلاف زائد اربعة تلاف ومتين هيطلع معايا المبلغ اربعتاشر الف ومتين جنيه ابنائي وبناتي الطلبة ايه فكرة السؤال اللي معايا فكرة السؤال اللي معايا مديني مبلغ مديني مدة اربع سنوات جاب لي حاجة عشان افكر فيها واشغل دماغي جاب لي في السؤال معدل جزئي عشان يشوفني فاهم ولا مش فاهم وطلب مني احسب الفايدة والايه والجملة طبعا انا راجل فاهم كويس قوي قوي من قبل كده وعارف اننا طول ما انا في الرياضة المالية للصف الثاني بتعامل مع معدلات سنوية وليست معدلات جزئية يعني في اي موضوع وفي اي سؤال لما لقي معدل جزئي لابد ان انا احاول لمعدل سنوي حولت ازاي المعدل الجزئي لمعدل سنوي دربت المعدل الجزئي في عدد مرات استحقاق لاي الفايدة وبعد كده رحت عوضت في قانون الفايدة اللي احنا كلنا عارفين وشاطرين فيه عوضت في قانون الفايدة وبعد كده عوضت في قانون الجملة جمعت المبلغ زائد الفايدة طلعت معايا الجملة 14200 جنيه تعالوا نروح على السؤال التاني نشوف فكرته ايه وايه المطلوب اللي فيه وازاي هنوجد المطلوب اللي في السؤال تعالوا نروح على السؤال التاني السؤال التاني بيقول لي اقترض تاجر مبلغ من بند لمدة 180 يوم بمعدل فايدة بسيطة 12% سنويا فاذا علمت ان الفايدة البسيطة على هذا المبلغ 720 جنيه احسب المبلغ اردت السؤال اراية عادية جدا هرجع اقرأ السؤال تاني عشان ادرسه واشوف الارقام اللي موجودة في السؤال دي هي ايه واشوف ايه المطلوب وابدأ افكر اوضع الخطة السهلة البسيطة بتاعتي ازاي هوجد المطلوب بيقول اقترض تاجر مبلغ ما قال ليش على رقم المبلغ يعني انا هفهم منهما اني المبلغ مطلوب من بنك لمدة 180 هل يا شباب 180 سنة ولا شهر ولا يوم لا الراجل بيقول لي ان 180 دي 180 يوم يعني المدة اللي معايا مدة بالايه بالايام بمعدل فائدة بسيطة 12% ولازم دايما عيني على المكتوب جنب علامة في المية هلاقي مكتوب كلمة سنويا يبقى اذا المعدل ده معدل سنوي وهو ده اللي هحل بيلاقي المسألة ووجد المطلوب بتاعي فإذا علمت ان الفائدة البسيطة على هذا المبلغ نصيحة مني يا شباب لما يقول لي فإذا علمت لازم اركز كويس قوي 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 عشان الكلام اللي بيبقى جاي كلام مهم هو بيقول لي اذا علمت ان الفائدة البسيطة طالما بيقول لي إذا علمت أن الفائدة البسيطة يبقى إذن الرقم اللي جاي ده هو رقم الفائدة البسيطة الفائدة البسيطة اللي معايا كام يا شباب 720 جنيه طب إيه المطلوب مني بيقول لي من فضلك احسب المبلغ يعني قول لي المبلغ كام قرنا مسألتنا وعرفنا إيه التفاصيل اللي فيها هنبدأ دلوقتي نروح نلخص المسألة تعالوا نروح نلخص المسألة بيقول لي إيه بيقول لي اخترد تاجي المبلغ ما قال ليش على رقمه يبقى بطبيعة الحال هروح أكتب ألف وهحط تحتيها شرطة إن المبلغ مجهول من بنك لمدة 180 يوم المدة بالأيام بنرمز لها بالرمز إيه يبقى هكتب إيه عندي كام 180 يوم بمعدة الفائدة بسيطة 12% سنويا يبقى عين 12% ولازم أكتب كلمة سنويا عشان أبقى عارف إن هو ده المعدل اللي أحل بيه المسألة فإذا علمت أن الفائدة البسيطة يبقى الرقم اللي جايدة هو فايدة وكلنا عارفين إن الفايدة برمز لها بالرمز فيه الفايدة عندي بكام بسبعمية وعشرين جنيه ألخص مسألتي ومش أبص على الشاشة تاني أنا هروح على التلخيص اللي أنا ملخصه التلخيص بيقول إيه؟ بيقول يا شباب خلينا هنا نبص على التلخيص مديني مدة مديني معدل مديني فايدة والمبلغ هو اللي مش موجود المدة والمعدل حش وموجود في السؤال ما شغلش بيه قوي أبص على الجديد الجديد إنه مطلوب مني مبلغ ومديني رقم للفايدة يعني أنا هحسب المبلغ بمعلومية الفايدة وطالما الفايدة رقمها معلوم يبقى إذن أنا هروح أستخدم قانون الفايدة في إيجاد إيه المبلغ يبقى أنا شباب هنعمل إيه دلوقتي؟ هنروح نكتب قانون الفايدة لإنه هو مديني رقمها لإن الفايدة معلومة هكتب قانون الفايدة وروح أحسب منه إيه المبلغ طب ما تيجوا نكتب قانون الفايدة القانون السهل البسيط اللي احنا كلنا عارفينه قانون الفايدة بيقول ايه بيقول لي فيه بتساوي الف فيه عين عالمية لان المعدل نسبة مئوية فيه قبل ما اكتب المدة لازم اطلع اشوف المدة دي نوعها ايه المدة دي نوعها ايام يعني ايه يبهاجي ااخد شرط الكسر كده واكتب ايه وفي حالة المدة بالايام قولنا بنقسم على تلتمية وكام وستين انا كتبت قانون الفايدة اسأل نفسي سؤال سريع كده هو انا بكتب قانون الفايدة عشان احسب الفايدة ولا المبلغ ولا المعدل ولا المدة انا عندي الفايدة موجودة وعندي المعدل موجود وعندي المدة موجودة طب انا ليه بكتب القانون ده انا بكتب القانون ده عشان اروح احسب منه المبلغ لان المبلغ فوقه هو اللي مالوش رقم هنعمل ايه يا شباب هنعوض في كل الرموز اللي موجودة قدامنا واول موصل للمبلغ هكتب حرف الالف في نفس المكان يلا نعوض كده ابتداء من ايه من حرف الفيه هشيل الفيه وهحط قيمتها فيها عندي بكام بسبعمية وعشرين بتساوي الف مالهاش رقم هكتبها زي ما هي في عين عندي بكام عين عندي باثناشر يبقى هكتب اتناشر عالمي في المدة عندي فوق كام المدة عندي مية وتمانين يبقى اقول مية وتمانين على تلتمية وايه وستين هو انا عايز احسب ايه يا شباب عايز احسب المبلغ اللي هو ده اه هروح مطلعه بره قبل علامة التساوي واخد شرطة الكسر الجميلة بتاعتنا وييجي سهم من قبل علامة التساوي يضرب في الارقام اللي تحت هو ايه اللي قبل علامة التساوي سبعمية وعشرين في هي ايه الارقام اللي تحت مية في الرقم التاني اللي هو كام تلتمية وستين انا عندي فوق تلات حاجات عندي الف وعندي اتناشر وعندي مية وتمانين الالف طلعتها بره بقى عندي ايه بقى عندي الاثناشر والمية وتمانين يبقى انا هنزل تحت اقول على اتناشر في مية وتمانين يساوي هنعمل ايه بعد كده يا مستر اقول لكم اللي جاي سهل جدا احنا كنا زمان واحنا في الابتدائي بنعمل ايه بنتخلص من الكلام ده ازاي كنا بناخد شرطة كسر بروح اضرب الارقام اللي فوق وانزل اضرب الارقام اللي تحت وبعدين اقسم اللي فوق على اللي تحت يديني الناتج احنا ناس كبرنا وبقى الموضوع سهل عندنا فاحنا هنتعامل بالطريقة الايه الاسهل هروح دلوقتي امسك القلق الحسبة البسيطة بتاعتي هضرب سبعمية وعشرين في مية في تلتمية وستين يبقى وانا فوق شرطة الكسر عمل اضرب عمل اقول فيه فيه لما انزل تحت بقى يا شباب ما بجيبش سرطة الضرب نهائي رغم ان فيه علامة ضربهم يبقى اقول سبعمية وعشرين في مية في تلتمية وستين على اتناشر على كام تاني على مية وتمانين واللي انا بعمله ده بعمله عشان اطلع الناتج بسهولة ما ضيعش وقت لما اعمل اللي انا قلت عليه سبعمية وعشرين في مية في تلتمية وستين على اتناشر على مية وتمانين هلاقي المبلغ طلع معايا اتناشر الف جنيه يبقى انا طلع معايا المبلغ كام يا شباب 12 ألف جنيه أبنائي وبناتي الطلبة فكرة السؤال اللي معايا كانت إيه؟ كان مديني مدة 180 يوم كان مديني معدل 12% كان مديني رقم للفايدة اللي هو معايا كام 720 جنيه وبيقول لي لو سمحت احسب إيه المبلغ أقول له تشكر انت جايب لي مسألة سهلة جدا وهحلها وهاخد فيها الدرجة النهائية انت مديني يبقى انا هروح اكتب خانون الفايدة وعوض فيه وطلع المبلغ برا وطبعا نعمل اللي احنا عملناه اتخلصنا ازاي يا جماعة من الارقام قولنا طول ما احنا فوق شرطة الكاس بنضرب اول ما بننزل تحت بنقسم عشان اطلع الناتج بتاعي بكل سهولة يبقى انا هنا حسبت المبلغ بمعلومية الايه الفايد يبقى ازا السؤال الاولاني كان مديني مبلغ ومدة ومعدل وطالب مني فايدة وجملة السؤال التاني كان مديني فايدة ومدة ومعدل وبيقولك لو سمحت احسب المبلغ فحسبت المبلغ بمعلومية الايه بمعلومية الفايد خلينا نروح على السؤال التالت نشوف فكرته ايه وازاي هنحله تعالوا نروح على السؤال التالت السؤال التالت بيقولي ايه بيقولي استثمر شخص مبلغ 15 الف جنيه في بنك لمدة سنة واربع شهور بمعدل فايدة بسيطة ما وفي نهاية المدة بلغ رصيده 17 الف وخمسمائة جنيه احسب معدل الفايدة البسيطة قررنا السؤال هنروح نقرأه تاني عشان ندرسه كويس ونعرف الارقام دي هي ايه استثمر شخص مبلغ 15 الف جنيه يبالرقم ده اسمه ايه يا شباب برافو عليك يا ابني بيقولي الرقم ده هو مبلغ يباليزا المبلغ اللي معانا 15 الف جنيه في بنك لمدة سنة واربع شهور يبالمدة اللي معانا سنة واربع شهور يبالمدة دي يا شباب سنوات ولا شهور برافو عليك يا بنتي في بنتي بتقولي ان المدة دي سنوات وشهور لابد ان احنا نروح نحولها كلها لشهور السنة ب12 شهر واربع شهور يعني المدة اللي معانا كام 16 شهر بمعدل فايدة بسيطة ما ما عندناش معدل وهو ده اللي مطلوب تحت وفي نهاية المدة بلغ رصيده وكلمة الرصيد هي معناها لإيه الجملة يباليزا الرجل مديني جملة كان 17500 جنيه احسب معدل الفايدة اللي ايه البسيطة يباليزا الراجل عايز مني ايه المعدل لو نلاحز يا شباب في السؤال اللي قبل كده كان بيقولي اذا علمت ان الفايدة هنا بيقولي بلغ الرصيد يبالي مش مديني فايدة مديني رصيد يعني مديني جملة يباليزا معدل الفايدة اللي هاحسبه هستخدم له ايه الجملة اللي هو رقم الجملة دي هنحولها كلها للشهور والمدة بالشهور بنرمز لها بالرامز الشين يباليقول الشين سنة ب12 شهر واربع شهور يباليزا المدة عندي 16 شهر بمعدل فايدة بسيطة ما مفيش معدل يبقى نقول عين وهحط تحتيها شرطة لان المعدل هو اللي مطلوب في نهاية المدة بلغ الرصيد وقلنا الرصيد هو الايه يا جماعة هو الجملة هقول هنا جيم 17500 جنيه لما اجا بص على التلخيص اللي قدامي الراجل مديني مبلغ مديني جملة مديني مدة 16 شهر بيقولي لو سمحت احسب المعدل لما اجا بص على السؤال هلاقي اني مديني مبلغ وجملة اتفقنا قبل كده يا شباب ان انا عشان احسب المدة او المعدل لابد ان انا اروح استخدم قانون الفايدة يعني لابد اكون عارف رقم الفايدة طب هو مديني في السؤال رقم الفايدة لا مش مديني رقم الفايدة بس مديني حاجتين اتنين اقدر اطلع منهم الايه الفايدة انا عايز اشوف ولادنا اللي في البيت ها عارفين ازاي هحسب الفايدة هطلعها برافو عليك يا ابني بيقولي احنا هنروح نقول الفايدة بتساوي الجملة ناقص المبلغ لان انا حطيت في البنكة 15000 لقيتهم 17500 يبقى فيه مبلغ كده زاد المبلغ اللي زاد ده هو رقم ايه الفايدة يبقى انا هروح دلوقتي هحسب الفايدة لان انا بعد شوية هستخدم قانون الفايدة في ايجاد المعدل هقول فيه بتساوي جيم ناقص الف فيه هتساوي الجملة عندي 17500 ناقص المبلغ عندي 15000 لما ناقصهم هيتطلع معايا الفايدة 2500 جنيه حسبت رقم الفايدة ليه حسبته لان انا هروح اكتب قانون الفايدة اللي احنا عارفينه اللي هو المبلغ في المعدل في المد عشان اطلع المعدل هاختب قانون الفايدة بتاعي هقول فيه بتساوي الف فيه عين عين عالمية فيه قلنا قبل ما اكتب لليه المدة لابد اروح اشوف المدة بتاعتي نوعها ايه المدة اللي عندي بالشهور يعني هكتب هنا شين وهأسم على كام هأسم على 12 هسأل نفسي سؤال سريع هو انا بكتب القانون ده عشان احسب الفايدة ولا المبلغ ولا المعدل ولا المدة هلاقي فوق المعدل هو اللي مطلوب يبقى اذا انا بكتب القانون ده عشان احسب منه المعدل المعدل اللي هو حرف العين اعمل عليه دايرة عشان اعرف ان انا هعوض في كل الرموز دي فيما عادة حرف العين هروح اعوض فيها عندي بكام هل فيه موجودة هنا لا فيه انا حسبها طلعت عندي بكام بألفين وخمسمائة جنيه الف عندي فوق بكام بخمستاشر الف جنيه فيه المعدل المعدل ملوش رخم وانا اعمل عليه دايرة عشان اعرف ان هو ده اللي مجهول يعني هكتبه زي ما هو واقول عالمية فيه شين عندي فوق بكام شين عندي بستاشر وفي حالة المدة بالشهور بقسم على اتناشر لان السنة فيها اتناشر شهر الخطوة اللي جاية ايه شباب العين اللي هي المعدل هطلعه قبل عالمة التساوي وهاخد شرطة الكسر بتاعتي زي ما احنا اتفقنا ساهم بينزل يضرب من الرقم اللي قبل عالمة التساوي في الارقام اللي تحت يعني هضرب الالفين وخمسمية فيه مية اهو يا شباب فيه كام تاني فيه اتناشر هطلع فوق هلاقي فيه تلات حاجات فيه خمستاشر الف فيه عين فيه ستاشر العين طلعتها برة باقي عندي الخمستاشر الف والستاشر هضرب خمستاشر الف فيه ستاشر ازاي هنتخلص من الكلام ده يا شباب احنا لسه قيلين من شوية لما بيقابني الكلام ده فيه شرطة كسر وارقام مضروبة فوق وارقام مضروبة تحت طول ما انا فوق شرطة الكسر بستخدم علامة الضرب في الآلة اما بنزل تحت بقسم يعني اقول 2500 في مية في اتناشر على خمستاشر الف على كام تاني على ستاشر هيطلع معايا المعدل اتناشر ونص في المية ولازم اكتب جنبيه كلمة ايه سنويا لان المعدل ده معدل سنوي ابنائي وبناتي السؤال اللي معانا كان فيه ايه كان مديني مبلغ وكان مديني جملة وكان مديني مدة وبيقول لي احسب المعدل كلنا عارفين واتفقنا من قبل كده في الحلقات السابقة ان انا عشان احسب معدل او احسب مدة لابد استخدم قانون لايه الفايدة اللي هو حاصل ضرب الف في عين في نون او شين او ايه على حسب نوع المد طب انا الفايدة ما عرفهاش هو مديني حاجتين اتنين عشان يشوفني فاهم رياضة ولا مش فاهم مديني مبلغ ومديني جملة عشان كده اول حاجة عملتها رحت حسابة الفايدة قلت فيه بتساوي جيم ناقص الف وللتسهيل عليكو يا شباب فاي مسألة تجيلي في الامتحان الاقي فيها مبلغ وجملة يبقى اوتوماتيك كده الراجل جايب للحاجتين دول عشان اروح اول حاجة عملها ان انا احسب الفايدة اقول فيه بتساوي جيم ناقص الف انا شايف ابن من ابنائنا مسك الكشكول بتاعه مسك القلم ورح مسجل الايه الملاحظة دي الراجل سجل ان في اي سؤال وجد مبلغ وجملة فلابد من اول حاجة اعملها ان انا استخدم الايه القانون بتاعه جيم ناقص الف في ايجاد الايه الفايدة وبعد كده اروح اشوف انا ايه انا هاحسب ايه يبقى اذا حسبت الفايدة بعد كده كتبت قانون الفايدة اللي هو المبلغ في المعدل في المدة عوض طلعت المعدل برا طلع معايا المعدل اتناشر ونص في المية سنويا خلينا نروح على السؤال الرابع نشوف السؤال الرابع فكرته ايه السؤال الرابع بيقول لي يودع شخص دفعة متساوية مبلغها 300 جنيه في بنك اول كل ستس سنة ولمدة سنة وتمن شهور احسب مجموع مدد الدفعات مجموع مبالغ الدفعات هرجع اقرى المسألة تاني عشان نلخصها بعد كده بيقول يودع شخص دفعة متساوية مبلغها 300 جنيه يعني مبلغ الدفعة 300 جنيه في بنك اول وكلمة اول بتقول لي نوع الدفعة ايه شباب برافو عليك يا ابني بيقول لي لما الدفعة تكون اول او بداية الفترة بيكون نوعها دفعة ثورية اول كل قد ايه اول كل ستس سنة خدنا في الابتدائي ان ستس سنة كم شهر برافو عليك يا ابني ستس سنة شهرين ولمدة سنة وتمن شهور اتفقنا ان لما بلاقي مسألة فيها سنوات وشهور لابد احول المدة كلها لشهور السنة 12 شهر وتمن شهور يعني 12 زا التمانية يعني المدة 20 شهر مطلوب مني احسب مجموع المدد مطلوب مني احسب مجموع مبالغ الدفعات هنروح نلخص مسألتنا زي ما تعودنا بيقول ليوضع شخص دفعة متساوية مبلغها 300 جنيه يبقى انا هنا اقول دال 300 جنيه بيقول لي الراجل بيوضع الدفعة دي اول واتفقنا ان اول يعني معناها ان الدفعة دي دفعة فورية فجنب حرف الدال هكتب كلمة فورية يبقى انا عرفت ان مبلغ الدفعة 300 جنيه والدفعة نوعها ايه فورية كل ستس سنة يعني هكتب هنا مدة الدفعة ستس السنة اتنين شهر ولمدة سنة وتمن شهور يعني هقول هنا المدة كلها عشرين شهر مطلوب مني ايه يا شباب مطلوب مجموع مدد الدفعات يعني اقول مج المدد ومطلوب مني مجموع المبالغ يعني اقول هنا مج المبالغ ازاي هحسب مجموع مدد الدفعات يا جماعة احنا عارفين يا شباب اني لما بروح بنكة احط دفعات الدفع الاولى مدتها بتختلف عن الدفع التاني بتختلف مدتها عن الدفع التالتة عن الرابع عن الخمسة وهكذا بتختلف عن الاخير فانا ممي احسب مجموع مدد الدفعات من شمس كل دفع احسب لها المدة بتاعتها بحسب حاجة اسمها مجموع المدد يا جماعة عن طريق حاجة اسمها المتولية العددية التي عدد حدودها نون يعني عدد دفعات وحدها الاول شين اللي هي مدة اول دفعة وحدها الاخير شين شرطة اللي هي مدة اخر دفعة وبالتالي لابد ان انا دلوقتي اروح احسب نون عدد حدود المتولية واحسب شين اللي هو الحد الاول وشين شرطة اللي هو الحد الايه الاخير هروح دلوقتي نحسب نون زي ما تعلمنا قبل كده نون بتساوي اتفقنا من قبل كده ان نون بتساوي المدة كلها على مدة الدفعة يعني هقسم عشرين على اتنين هتساوي عشر دفعات يعني انا عندي عدد الدفعات كام عشر دفعات هروح احسب شين شين اللي هي مدة اول دفعة اتفقنا من قبل كده اما جي احسب شين لابد ارجع لنوع الدفعة في حالة الدفعات الفورية شين بتكون المدة كلها وشين شرطة هي مدة الدفعة يعني شين عندي بعشرين وشين شرطة بتساوي كام اتنين شهر حسب تنون وشين وشين شرطة هروح اعوض في قانون مجموع المدد اقول له مجموع المدد يساوي نون على اتنين في شين زائد شين شرطة متولية عددية عدد حدودها نون حدها الاول شين حدها الاخير شين شرطة هعوض في القانون بتاعي هقول مجموع المدد بتساوي نون عندي فوق بكام نون عندي فوق بعشرة على اتنين هفتح قوس شين عندي فوق بعشرين شين شرطة باتنين يعني اقول عشرين زائد اتنين هتساوي عشر على اتنين في هالخمسة في عشرين زائد اتنين اتنين وعشرين لما اضرب الكلام ده في بعضه هيطلع معايا مية وعشرة وعشان دي مجموع مدد فهكتب جنبيها شهر يبقى ايضا عندي مجموع المدد كام مية وعشرة شهر دي اللي هي مجموع مدد العشر دفعات مع بعض المطلوب التاني بيقول لي احسب مجموع المبالغ هقول له الموضوع سهل جدا وبسيط مج المبالغ او مجموع المبالغ هتساوي الدفعة في عدد الدفعات يعني ايه الكلام ده يعني مجموع المبالغ اللي هي مبالغ الدفعات هتساوي الراجل راح البنك كان بيحط تلتميت جنيه كل مرة راح البنك كم مرة يحط دفعات عشر مرات يعني هاجي دلوقتي هضرب التلتمية اللي هي مبلغ الدفعة في عدد المرات اللي دخل فيها البنك اللي هو كام عشرة لما اضرب تلتمية في عشرة هيديني تلت تلاف وبعدين دي مبالغ هكتب هنا جنيه ابنائي وبناتي الطلبة فكرة السؤال اللي معايا ايه كان مديني دفعة فورية الدفعة دي بيتم اداعها كل شهرين لمدة عشرين شهر وبيقول لي احسب مجموع المدد واحسب مجموع مبالغ الايد دفعات عشان احسب مجموع المدد لابد احسب نون وشين وشين شرطة بعد كده اكتب قانون مجموع المدد اللي هو عبارة عن متولية عددية قلنا مجموع المدد بتساوي نون على اتنين في شين زائد شين شرطة اللي انا حسبتهم قبلها عوضت في القانون بتاعي طلعت معايا مجموع المدد مية وعشرة شهر طب كان طالب مني مجموع مبالغ الدفعات الراجل دخل البنك عشر مرات كل مرة كان بيحط فيها تلتمية جنيه دفعة اللي هي تلتمية جنيه في عدد الدفعات اللي هي عشرة يبقى تلتمية في عشرة بكام بثلاث تلاف جنيه حسبنا مجموع المدد وحسبنا مجموع مبالغ اللي هي الدفعات تعالوا نروح نشوف السؤال اللي بعديه فكرته ايه السؤال الخامس بيقول لي يوضع شخص في بنك خمسمية جنيه منتصف واخر كل شهر ولمدة عشر شهور بمعدل فائدة بسيطة اتناشر في المية سنويا احسب رصيده في نهاية المدة هنقرأ تاني يوضع شخص في بنك خمسمية جنيه الخمسمية دي اسمها ايه يا شباب براو عليك يا بنتي بتقول لي الخمسمية جنيه دي اسمها مبلغ الدفعة الادع امتى يا شباب الراجل بيروح البنك يوضع دفعة في منتصف الشهر ويوضع دفعة في اخر الشهر يبقى الراجل بيوضع كم دفعة في الشهر براو عليك يا بني ها بيوضع دفعتين في الشهر يعني الدفعة الوحدة مدتها نص شهر يعني معنى كده لما اجا لخص المسألة هاقول ان مدة الدفعة خمستاشر يوم لا الكلام ده ممنوع نهائيا انا ما بتعاملش بالمدة بالايام في موضوع الدفعات كل تعاملي مع المدة بالايه بالشهور وهنشوف دلوقتي لما نيجي اللخص الجزئية دي هنلخصها ازاي يبقى نفهم من هنا يا شباب ان مدة الدفعة نص شهر طيب عرفت ازاي نص شهر لما لقيت منتصف واخر عرفت ان الراجل بيروح البنك مرتين في الشهر طب كلمة اخر دي هتعني لي ايه او هتفيدني في ايه اتفقنا يا شباب ان الدفعة الفورية هي اللي بيتم اداعها اول او بداية الفترة اما الدفعة العادية هي اللي بيتم اداعها اخر او نهاية الفترة طب انا معايا هنا كلمة اخر يبقى الدفعة نوعها ايه نوعها عادية ولمدة اللي هي مدة الدفعات عشر شهور بمعدل فائدة بسيطة اتناشر في المية سنويا يبقى المعدل السنوي بتاعي اتناشر في المية مطلوب احسب رصيده في نهاية المدة وطالما دي مسألة الدفعات وبيقول لي احسب الرصيد يعني مطلوب مني احسب جملة الايه الدفعات تعالوا نلخص المسألة بتاعتنا يودع شخص في بنك خمسمية جنيه يبقى الدفعة اللي هي رمزها دال خمسمية جنيه وقلنا عشان كلمة اخر الدفعة نوعها ايه نوعها عادية بيقول لي منتصف واخر يبقى انا هنا اقول مدة الدفعة نص شهر طب النص شهر هكتبها ازاي هكتبها خمسين من مية من الشهر اي نص خمسين من مية واي شيء بالكامل مية في المية فانا عندي هنا خمسين يعني خمسين من مية يعني نص شهر ولمدة عشر شهور يبقى انا هقول هنا المدة كلها عشر شهور بمعدل فائدة بسيطة عين اتناشر في المية سنويا احسب رصيده في نهاية المدة يعني عايز مني جملة الدفعات اللي هي رمزها جيم اتفقنا قبل كده في الحلقات السابقة ان انا قبل ما احسب جملة الدفعات لابد اروح احسب ثلاث حاجات اساسية اللي هي نون وشين وشين شرطة بحسب ازاي يا شباب نون اتفقنا قبل كده ان انا بقسم المدة كلها على مدة الدفعة المدة كلها كيم عشرة مدة الدفعة خمسين من مية يبقسم عشرة على خمسين من مية لما بقسم اي حاجة على نص يا شباب زي ما يكون بضرب في اتنين يعني اذا عندي هيطلع كم دفعة عشرين دفعة شين قبل ما بحسب شين لابد اروح اشوف نوع الدفعة واتأكد منها الدفعة اللي معاي عادية في حالة الدفعة العادية ازاي بحسب شين الرقمين اللي انا اسمهم بترحهم من بعد يعني عشرة ناقص خمسين من مية هتساوي تسعة علامة خمسين من مية شهر شين شرطة في حالة الدفعة العادية دائما وابدا بتساوي وتاني يوم بروح اسحب كل اللي فالدفعة الاخيرة ما بتلحقش تقعد في البنك حاج حسب تنون وشين وشين شرطة هروح احسب الجملة بتاعتي قانون الجملة هفكر كو بيا شباب بيقول دال في نون زائد دال في عين على مية في نون على اتنين في شين زائد شين شرطة على اتناشر هو انا بكتب الخانون ده عشان احسب منه يا شباب عشان احسب منه جيم يعني هنزل بالجيم وعوض في كل الرموز اللي قدامي لحد ما طلع الجملة بتاعتي هنزل بالجيم هروح اعوض دال فوق بخمسمية نون بعشرين زائد دال بخمسمية عين باثناشر على مية نون بعشرين على اتنين في شين زائد شين شرطة شين بتسعة ونص شين شرطة بصفر يعني تسعة ونص على اتناشر هنزل بالجيم بتساوي خمسمية في عشرين بعشر تلاف جنيه طبعا حضراتكم معاكم الالة الحسبة وشغالين معايا باستمرار هروح بالالة او الخمسمية في اتناشر في 20 في 9.5 على 2400 تاني 500 في 12 في 20 في 9.5 على 2400 هتطلع معايا 475 هجمع 10.000 زائد 475 هتطلع معايا 10.000 475 أبنائي وبناتي الطلب السؤال اللي معانا كانت فكرته ايه؟ كان مديني دفعة 500 جنيه الدفعة دي بيتم إدعها منتصف وآخر كل شهر يعني مدة الدفعة هنا نص شهر يعني 50 من 100 من الشهر من كلمة منتصف عرفت من كلمة آخر عرفت ان الدفعة دي نوعها عادية مدة الدفعات كانت 10 شهور المعدل 12% وكان بيقول لي من فضلك احسب جملة الدفعات اتفقنا في الحلقات السابقة قبل ما باحسب جملة الدفعات لابد اروح احسب نون وشين وشين شرطة حسبت الثلاث حاجات بتوعي الاساسيين كتبت قانون جملة الدفعات اللي هو بيقول لي دال في نون زائد دال في عين على 100 في نون على 2 في شين زائد شين شرطة على 12 تنتني نازل بحرف الجيم بتاعي عوضت في كل الرموز التانية بالارقام يعني بقيت اشيل الرمز واحط الرقم بتاعه في نفس المكان استخدمت الالة الحسبة بتاعتي ضربت دال في نون طلعت مجموع مبالغ الدفعات 10 تلاف جنيه عوضت في الجزء التاني من القانون اللي هو يعتبر مجموع الفوائد طلع معايا مجموع الفوائد 475 جمعت العشر تلاف مع الربعمية خمسة وسبعين طلعت معايا جملة الدفعات عشر تلاف ربعمية خمسة وسبعين جنيه هروح عالسؤال التاني اشوف فكرته ايه وايه المطلوب مني هروح عالسؤال التاني بعتذر هروح عالسؤال السادس يودع شخص دفع متساوية في بنك اخر كل سلس سنة وفي نهاية السنتين وجد ان مجموع الفوائد 330 جنيه فاذا علمت ان معدل الفائدة البسيطة 11% سنويا احسب مبلغ الايد دفع هنروح تاني نقرأ السؤال ونلخصه مع بعض يودع شخص دفع متساوية في بنك ما قاليش على مبلغ الدفعة اخر كل ثلس سنة اخر يعني الدفعة عادية ثلس سنة يعني مدة الدفعة 4 شهور وفي نهاية سنتين المدة عندي كلها 24 شهر وجد ان مجموع الفوائد يبقى 330 جنيه دي هي مجموع فوائد الدفعات فاذا علمت ان معدل الفائدة البسيطة 11% سنويا احسب مبلغ الدفعة يبقى الراجل طالب مني مبلغ الايد دفعة تعالوا نلخص مسألتنا يوضع شخص دفعة متساوية الدفعة مطلوبة يبقى انا هكتب هنا دال وحط تحتيها شرطة في بنك اخر يبقى الدفعة اللي معايا المجهولة دي دفعة عادية كل ثلث سنة يعني مدة الدفعة ثلث السنة اربع شهور وفي نهاية سنتين يعني المدة كلها سنتين يعني 24 شهر وجد ان مجموع الفوائد يعني مج الفوائد 330 جنيه بمعدل المعدل اللي معايا 11% ومعدل ايه سنوي 11% سنويا لما اجا بص يا شباب على التلخيص اللي معايا هلاقي مطلوب مني قيمة الدفعة ومديني مجموع فوائد يعني انا هحسب قيمة الدفعة بمعلومية مجموع ايه الفوائد يعني باستخدام قانون مجموع الفوائد قبل ما بكتب قانون مجموع الفوائد واروح احسب قيمة الدفعة هروح احسب الايه التلات حاجات اللي اتفقنا عليهم قبل كده اللي هما نون وشين وشين شرطة نون عندي بحسبها ازاي بقسم المدة كلها على مدة الدفعة يعني 24 على 4 هتساوي 6 دفعات الدفعة اللي معايا عادية يعني الرقامين اللي انا قسمهم هترحوا من بعض 24 ناقص 4 هتطلع معايا كام 20 شهر شين شرطة في الدفعات العادية دائما وابدا بتساوي 0 هنا انا بحسب قيمة الدفعة بمعلومية مجموع الفوائد يعني انا دلوقتي هروح حاجة قانون مجموع الفوائد هقول مج الفوائد او مجموع الفوائد بتساوي ايه يا شباب بتساوي دال في عين على مية في نون على اتنين في شين زائد شين شرطة على اتناشر انا ليه بكتب القانون ده مش عشان احسب مجموع الفوائد انا بكتب القانون ده عشان هحسب قيمة الدفعة يبقى انا اعوض في باقي الاشياء مجموع الفوائد عندي تلتمية وتلاتين بتساوي دال هنزل بها زي ما هي المعدل اللي معايا احداشر على مية في نون عندي مطلعها بستة على اتنين في شين زائد شين شرطة شين بعشرين وشين شرطة بصف يعني المجموع عشرين على اتناشر لان المدة بالشهور هنزل بالتلتمية وتلاتين تاني هتساوي دال فيه وهتخلص من الجزء ده بالقل الحزبة يبقى هقول عندي هقول عندي حداشر في ستة في عشرين على الفين وربعمية هيطلع معايا على صفر علامة خمسة وخمسين هطلع دال برة هاسم اللي قبل علامة التساوي على اللي بعد علامة التساوي هلاقي قيمة الدفع تلعت معايا كام ستمية جنيه ابنائي وبناتي ايه فكرة السؤال اللي معايا مديني مجموعة الفوائد مديني مدة الدفع مديني مدة الدفعات اللي هي المدة كلها مديني نوع الدفع اللي هي دفع عادية وبيقول من فضلك احسب قيمة الدفعة بمعلومية مجموع الفوائد رحت عملت الاساسيات بتاعتي حسبت الثلاث حاجات اللي احنا اتفقنا عليهم قبل كده حسبت نون حسبت شين حسبت شين شرطة حسبت نون ازاي اسمت المدة كلها على مدة الدفعة شين حسبتها ازاي اتفقنا في حالة الدفعات العادية لما باجي احسب شين الرقمين اللي انا اسمهم بطرحهم من بعض يعني بقول المدة كلها نقص مدة الدفعة بعد كده بحسب شين شرطة عودت في قانون مجموع الفوائد طلعت ده البرة وطلعت قيمة الدفعة بتاعتي طلعت 600 جنيه وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم اشكركم على حسن المتابعة مع تحياتي وتحيات اسرة البرنامج ويشرفني اني اتبع حلقاتي باستمرار واتمنى لكم التوفيق والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته